بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أحبابنا الطلاب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله في أول درس من دروس التلاوة والتجويد بعنوان تلاوة سورة لقمان من الآية الأولى وحتى الآية التاسعة وذلك لطلاب الصف السابع في مادة التربية الإسلامية والآن أحبتنا الكرام فلنتعرف على أهداف الدرس فيتوقع من الطالب في نهاية الحصة أن يتلو الآيات تلاوة صحيحة وأن يستنبط معاني المفردات القرآن الكريم كلام الله رب العالمين أنزله الله سبحانه وتعالى رحمة للمؤمنين وهداية للعالمين قال الصحابي الجليل خباب بن الأرت رضي الله عنه تقرب إلى الله ما استطعت واعلم أنك لن تتقرب إليه بشيء هو أحب إليه من كلامه والآن أيها الطالب المبارك كيف أتقرب إلى الله تعالى بكلامه فكر بارك الله فيك أحسنت أقرأ القرآن الكريم بتدبر وفهم أعمل بأحكام القرآن الكريم لأن القرآن الكريم كتاب عمل والآن أحبتنا الكرام فلنقف بين يدي هذه السورة الكريمة قلنا اسمها سورة لقمان ولقب بالحكيم أما عن مكيتها ومدنيتها فهي من السور أحسنت المكية وعدد آياتها أربع وثلاثون آية وأما عن سبب التسمية فسميت بسورة لقمان لأنها أحسنت لأنها اجتملت على قصة لقمان الحكيم التي تضمنت فضيلة الحكمة وقد تناولت هذه السورة الكريمة قضايا مهمة منها معرفة الله تعالى وصفاته وذم الشرك ومن هذه القضايا المهمة أيضا قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والآن أيها الأحبة الكرام فلنستمع لهذه الآيات الكريمة من سورة لقمان من الآية الأولى وحتى الآية التاسعة ولنستشعر دائما قوله تعالى وإذا قرأ القرآن وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهوى الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا وَلَّا مُسْتَكْبِرًا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقَرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ نَعِيمٌ خَالِدِينَ فِيهَا وَعْدَ اللَّهِ حَقَّا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ بارك الله فيك عزيزي الطالب على حسن الاستماع لعلك تلاحظ الكلمات التي باللون الأحمر إنها الكلمات التي تحتاج إلى تفسير وبيان للمعنى فلنبدأ بها الكلمة الأولى قوله تعالى للمحسنين من هم المحسنون فكر يا رعاك الله أحسنت للمحسنين أي الذين يشعرون بمراقبة الله لهم في كل مكان جعلنا الله وإياكم من المحسنين قوله تعالى لهو الحديث ما لهو الحديث هنا؟ فكر بارك الله فيك ممتاز لهو الحديث هو كل كلام لا يرضي الله عز وجل وكل كلام يلهي عن طاعته سبحانه وتعالى فهو من اللهو ننتقل إلى الكلمة التي بعدها كلمة هزوى ما معنى هزوى؟ فكر حتى تصل للإجابة أحسنت أحسنت هزوى أي من الاستهزاء والسخرية من الاستهزاء والسخرية ننتقل للتي بعدها قوله تعالى وَلَّا مُسْتَكْبِرَا ما معنى وَلَّا مُسْتَكْبِرَا؟ ممتاز أي أعرض تكبرا كأنه لم يسمع الذي يولي مستكبرا يعرض ويتكبر كأنه لم يسمع الكلمة الأخيرة كلمة وقرا ما معنى في أذنيه وقرا؟ أي ثقلا في سمعه أي ثقلا في سمعه بارك الله فيكم وبعد أن توصلنا سويا لمعاني الكلمات سنقوم الآن بحل هذا التقويم البنائي فنصل بين الكلمة ومعناها الكلمات في السطر الأول باللون الأحمر والمعاني باللون الأزرق نبدأ بالكلمة الأولى كلمة لهو الحديث ما لهو الحديث؟ فكر بارك الله فيك أحسنت لهو الحديث أي كل كلام لا يرضي الله عز وجل ويلهي عن طاعته كلمة هزوة ما معنى هزوة؟ أحسنت وبارك الله فيك أي الاستهزاء والسخرية الاستهزاء والسخرية واللا مستكبرا الذي يولي مستكبرا قلنا أي أعرض تكبرا كأنه لم يسمع الكلمة الأخيرة هي كلمة وقر ومعناها ثقلا ثقلا في سمعه أحسنتم جميعا وبعد أن انتهينا أيها الطلاب الأعزاء من معاني الكلمات ننتقل إلى التجويد فنتكلم عن أحكام الميم الساكنة وهذه الميم الساكنة لها ثلاثة أحكام أما الأول منها فهو الإخفاء الشفوي وأما الثاني فهو الإضغام الشفوي وأخيرا الإضغار الشفوي أحبابنا الطلاب تعلمنا أحكام الميم الساكنة وقلنا بأن لها ثلاثة أحكام ومنها الإخفاء الشفوي فما تعريف الإخفاء الشفوي فكر بارك الله فيك أحسنت على التفكير الإخفاء الشفوي هو إخفاء حرف الميم الساكن إذا جاء بعده حرف الباء ويجب أن يكون في كلمتين بحيث يكون حرف الميم الساكنة في نهاية كلمة ما وحرف الباء في بداية الكلمة التي تليها مباشرة أحبابنا الطلاب وبعد أن بينا تعريف الإخفاء الشفوي لابد لنا من ذكر أمثلة على الإخفاء الشفوي فنبدأ بقوله تعالى ترميهم بحجارة ما الحكم؟ أحسنت عزيز الطالب الحكم إخفاء شفوي كما تعلمنا والسبب لماذا نقول عن هذا إخفاء شفوي السبب لأن حرف الميم الساكنة جاء في آخر الكلمة الكلمة الأولى كلمة ترميهم انظر آخرها ميم ساكنة ومباشرة جاء بعدها حرف الباء في بداية الكلمة التي تليها وهي كلمة بحجارة المثال الذي بعده ومن يعتصم بالله أين الميم الساكنة؟ نجدها في نهاية الكلمة الأولى كلمة يعتصم وأما الباء فجاء بعدها مباشرة ولكنه في الكلمة الثانية في كلمة بالله وأما المثال الثالث وما هم بخارجين من النار كلمة هم آخرها ماذا؟ ميم ساكنة والكلمة التي بعدها كلمة بخارجين بدايتها ماذا؟ حرف الباء فجاء الميم الساكنة في نهاية الكلمة الأولى وما هم وجاء حرف الباء في بداية الكلمة الثانية بخارجين بخارجين التي يأتي بعدها حرف الباء وستلاحظ عزيزي الطالب أن الميم الساكنة لن يكون فوقها سكون لأنه من علامات الميم الساكنة التي بعدها حرف الباء ألا يكون على الميم الساكنة سكون فابحث عن هذه الميم وأوقف الفيديو لتعطينا الجواب أحسنت وبارك الله فيك قوله تعالى وهم بالآخرة ميم ساكنة في آخر كلمة وهم وباء في بداية كلمة بالآخرة طلابنا الكرام وبعد الاستماع إلى التلاوة واستنباط المعاني قم عزيزي الطالب بتلاوة الآيات على أحد أفراد أسرتك وتأكد من إتقانك للتلاوة أحبابنا الطلاب وبعد الاستماع لهذا الدرس لا يسعني في نهايته إلا أن أقول لكم شكرا على حسن إصغائكم واستماعكم وإلى لقاء آخر في درس قادم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر